اللجنة التحقيقية التي أمر رئيس الوزراء عدل عبد المهدي بتشكيلها للكشف عن المتسببين بحالات القتل والإضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة لقد ترحيبا شعبيا وسياسيا لكنه مشوب بالحذر من احتمال تعرضها لضغوط داخلية وخارجية تحرفها عن حياديتها تفاصيل أوفا في سياق التقرير الزميل عمار سليم اسبوعين من الزمن هي المهلة التي عطيت للجنة المشكلة للتحقيق بملابسات العنف والفوضى التي رافقت انطلاق التظاهرات الجماهرية الحاشدة في الأول من تشرين الأول الجاري للمطالبة بالحقوق والقضاء على الفساد وإصلاح الخلل الحاصل في المنظومة الحكومية لجنة تشكلت من جميع الجهات ذات العلاقة ومحددة بمهمة كبيرة يرى مراقبون ومتابعون ضرورة الارتقاء بمستوى أدائها وعملها إلى ما يوازي ما قدمه العراقيون من تضحيات ودماء زكية أريقت على طريق الحرية الوعر المملوء بالمطبات والعوائق المصطنعة التي أوجدتها ظروف استثنائية لم يمر بها واحد من الشعوب أو الأجيال المعاصرة في تاريخه وإن اختلفت الآراء والاجتهادات في تحديد هذه الجهة أو تلك التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين وأطلقت الرصاص على صدور عارية إلا من حب الوطن والتمسك بالحقوق الممنوحة وفقا للدستور من حرية في التعبير والحصول على فرص العمل والعيش بكرامة في بلد يوفر الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية لحقوق الإنسان فإن أية حكومة تعتز بهويتها الوطنية وتحرص على حماية المواطن لا بد لها من توافر السبل والأدوات التي تمكنها من كشف كل تلك الملابسات التي رافقت التظاهرات من عنف وفوضى وتحديد الجنات والمقصرين تمهيدا لمحاسبتهم في محاكم عادلة أمام الشعب وبإسلوب يراعي معايير الصدق والشفافية أمام جمهور الغاضبين من أصحاب الحق وذوي الشهداء والشعب بأكمله لتكون ذات مصداقية فيما تتخذه من إجراءات في الإصلاح وإنهاء حالة الشك لدى المواطن في منهجيتها وإبداء الجدية في ترتيب أولويات العمل التي من شأنها بناء لبنات الثقة كما حددتها مرجعية النجفة وقبلها أصوات المتظاهرين بمهنية دون تسويف أو تخندق فئوي أو تدخل متنفذين لتشتيت مضامين الأهداف التي انعقدت من أجلها اجتماعات مجلس الأمن الوطني المكلف بمتابعة أعمال لجنة التحقيق ومهما يكون من الأمر فإن حقوق ومطالب المتظاهرين التي عمدت بالدم وتحقيقها عن طيب خاطر يبقى هو الهدف الأسمى والمعول عليه إن لم تشهد التسويف والمماطلة التي تستفزهم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر